ينضم لنا الآن من بنغازي الكاتب والبخض السياسي حسين المسلاتي سيد حسين أهلا بك معنا إذن مجددا تأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هذه المرة هذه التصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي كيف تقرأ هذه التصريحات من جهة والدور الأمريكية اليوم في الأزمة الليبية من جهة أخرى نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة أعتقد بأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بلينكين في الاتصال الذي جار مع وزير الخارجية الليبية نجلال منغوش يكتسي أهمية بالغة جدا في توقيته لا سيما مع تصاعد الرفض تيار الإسلام السياسي وتنظيم الأخوان المسلمين لهذه الانتخابات بحجة تقديم الاستفتاء على الدستور أولا وهو الدستور الجدري المعيب الذي يلقى رفضا واسعا من شرائح واسعة من الشعب الليبي سواء المكونات أو غيرها أعتقد بأن تنظيم الأخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي رفع صوته في الأيام الماضية محاولا تقديم الاستفتاء على الدستور أولا وهو يقصد من هذه الغاية تأجيل الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر أعتقد أن التأكيدات الأمريكية الليبية المشتركة تأتي في وقت مهم جدا خاصة بعد تصريحات المشري الأخيرة والتصريحات تنظيم الأخوان المسلمين والإسلام السياسي إذن هذه التصريحات مهمة تعكس إرادة دولية حقيقية على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري نعرف أن المشكلة التي تواجه هذه الانتخابات أساسا هي القاعدة الدستورية التي لم تولد حتى الآن ولم يتم التوافق عليها زي ما نعرف أن لجنة الخمسة وسبعين للحوار السياسي الليبي شكلت لجنة قانونية وأعدت مسودة مقترحة للأسف هذه المسودة عندما نقشت في يوم 26 مايو الماضي جزء من من أصدروا هذه المسودة رفضوها على الهواء مباشرة في اجتماع افتراضي ومنهم عبد الرحمن السويحلي وغيرهم إذن القاعدة الدستورية تشكل عقبة كبيرة هم يحاولوا أن يعرخلوا الانتخابات بأمرين الأمر الأول هو أنهم يريدون الاستفتاع الدستور أولا والثانية أنهم يحاولوا أنهم الذهاب لانتخابات غير مباشرة وهذه الفرضية تلقى معارضة واسعة من الشارع الليبي هناك الكثير من التحديات سيد حسين أمام هذه الانتخابات إلى النصر للنهاية العام على أمل أن تجه هذه الانتخابات ولكن كما ذكرت هناك تحديات كثيرة ولكن مع ذلك هناك مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا الذي سيعقد في الثالث والعشرين من هذا الشهر ملفات عدة ستكون مطروحة على الطاولة إلى أي مدى مع هذا المؤتمر يمكن أن تتضح الرؤية أكثر بشأن هذه الانتخابات نعم طبعا المؤتمر برلين الثاني مهم جدا لأن جزء من الاتفاقات الدولية وخليني نقول مخرجات برلين الأول لم يتم تنفيذها اتفاق جينيفلي وقف اطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 للأسف لم ينفذ منه إلا شيء اليسير لأن زي ما نعرف حتى وزير الخارجي الأمريكي أمس شدد على تنفيذ الكامل لاتفاق مخرجات اتفاق جينيفلي وقف اطلاق النار هذا الاتفاق يقضي بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة هذا الأمر يواجه تحدي كبير في التعنة التركي زي ما نعرف وزير الدفاع التركي الجمعة الماضية أجر زيارة مستفزة جدا لطرابلس بدون تنسيق مسبق مازال المرتزقة يتوافدون على ليبيا بالرغم من المطالبات الدولية والاتفاقات الدولية بضرورة خروجهم إذن مؤتمر جينيف الثاني يأتي في وقت مهم جدا مع تعطل العملية السياسية وظهور القاعدة الدستورية للانتخابات مع تعنط تركيا في إخراج مرتزقتها وقواتها الأجنبية إذن مؤتمر برليل الثاني إذا لم تصدر مخرجاته مشفوعة بجداول زمنية وآليات محددة لتنفيذ بنوده والتلويح بعقوبات شديدة لمن يعارضون هذه البنود وهذه المخرجات ويعرقلون إجراء الانتخابات يعرقلون اتفاق وقف جينيف لوقف اطلاق النار إذن لم تكن هذه المخرجات مشفوعة بعقوبات حقيقية فأعتقد بأن العملية السياسية ستدخل منعطف خطير جدا قد تعيد البلاد للأسف إلى المربع الأول وهو مربع الحرب وهو الأمر الذي لا أعتقد أن أي بيبي يتمنى ذلك أو أي من دول المنطقة يتمنى العودة إلى هذا المربع المظلم شكرا لك سيد حسين المسلات الكاتب والوحظ السياسي كنت معنا من منغازي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر